بانو هاشم من التاكتيك إلى الايديولوجيا على الرغم من أن أنوية السيادة المستقرة في بيت عبد الدار قد كفلت له اختصاصات التحكم والقوة فإن تاكتيك هاشم اتجه منحا آخر تمثل في اكتساب القلوب فقام يهشم الثريد لقومه بيديه لذلك لقب هاشما ومد بسخائه القاصي والدهني أما اسمه الحقيقي فكان عمره يقول ابن كثير هاشم واسمه عمر سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سني المحل كما قال مطرود ابن كعب الخزعي في قصيدته وقيل للزبعري والد عبد الله عمر الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف وذلك لأنه أول من سن رحلتي الشتاء والصيف وإذا كان هاشم هو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف فلا ريب أنه فعل ذلك في الوقت الذي بدأت فيه قريش تتحول من مجرد حارس وقابض للعشور أو مجرد محطة الترانزيت إلى بلدة تحتكر التجارة لنفسها وتتاجر في بضائع الأمم بأموالها ولنلحظ أن القرآن الكريم يربط بعد ذلك بين هذا العامل الاقتصادي المتمثل في التجارة وأثر ذلك في التقرش والاستقرار والعامل الديني في قوله لإلاف قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وحول الفهم نفسه يكتب الدكتور أحمد شلبي قوله فأصبحت مكة جمهورية صغيرة تجارية وراجت تجارة مكة فأخذت قريش توطد مركزها في البلد الحرام فسنت رحلتي الشتاء والصيف رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام فارتفعت مكانة مكة في الجزيرة واعتبرت العاصمة المعترف بها وسمت منزلة سوق عكاب فأصبح ملتقى الخطباء وقطب الدائرة الفكرية وهاشم الجد الثاني للرسول كان سفير قريش لدى الملوك وقد عقد مع الروم معاهدة تجارية لتذهب تجارة قريش إلى الشام في أمان ومنع انتهى لكن هاشم أعطى الوضع المتأزم أبعادا جديدة عندما دعم قوى حزبه العسكرية برجال الحرب والدم والحلقة من بن النجار والخزرج في يترب فشد الوثاق بهم بأن تزوج سلمة بنت عمر من بن النجار من الخزرج ليكون ذلك لحزب عبدالطار وعبدالشمس إعلانا صريحا عن قيام التحالف بين الحزب الهاشمي وأهل الحرب اليثاربة وترك ولده شيبة المعروف بعبد المطلب ينمو ويربو ويرضع الفروسية بين أخواله حيث كان كل التاريخ الديني يتواطر هناك في مقدسات اليهود وبموت هاشم تولى أخوه المطلب منصب الصقاية والرفادة والقيادة والمطلب كان يقال له القمر لحسنه فيما يزعم ابن كثير ثم إنه اتبع أسلوب أخيه وسياسته في اجتذاب القلوب بالكرم والعطاء والبذل فنال ألقاب المحبة والتكريم حتى لقبوه لجوده بالفيض ولم يطل العمر بالمطلب سيدا فقد رحى نتاريكان استكمال المهم الجليل لابن أخيه ذاك العبقري الفذ شيبة بن هاشم المعروف بعبد المطلب الذي ثرب صغيرا في كنف أخواله من أهل الحرب اليثاربة ثم تزوج بنت جناب بن كوليب الخزرشي شدا للأواصر ومد للوثاق وكان واضحا من البداية فهمه الثاقب لأبعاد الأوضاع في مكة فحرص على استدامة حلف المطيبين بالزواج من بني زهرة ومن المهم هنا أن نذكر أنه عند عودته من المدينة إلى مكة ليتبوأ مكان عمه المطلب وجد عمه نوفلا قد وضع يده على أملاكه خارجا عن حياذه مستهينا بحداثة سنه إلا أن عبد المطلب كتب من فوره إلى أخواله بني النجار في يترب مستنصرا أبلغ بني النجار إن جئتهم أني منهم وابنهم والخميس رأيتهم قوما إذا جئتهم هوا لقائي وأحبوا حسيس فإن عمي نوفلا قد أبى إلا التي يغطي عليها الخسيس وما كاد إبراقه يصل الأخوال حتى قدحت حوافر خيول ثمانين محاربا يثربيا بالبرق يحملون السيوف إلى مكة مما دفع نوفلا إلى التراجع من فوره ورد أملاك عبد المطلب إليه لكنه أعلن خروجه على حياذه وانحيازه لحزب عبد الضار وعبد شمس ضد عبد المطلب وحزبه الهاشمي وهذا ما تشرحه لنا السيرة الحلبية عن المطلب وابن أخيه في قولها وكان شريفا مطاعا جوادا وكانت قريش تسميه الفياض لكثرة جوده فلما كبر عبد المطلب فوض إليه أمر الصقاية والرفادة فلما مات المطلب وثب عليه عمه نوفل بن عبد مناف وغصبه أركاحا أي أفني وضورا فكتب إلى أخواله بن النشار بالمدينة بما فعله معه عمه نوفل فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي بن النشار على كتابه بكى وصار من المدينة في ثمانين راكبا حتى قدم مكة فنزل بالأبطح فتلقاه عبد المطلب وقال له المنزل يا خال فقال لا والله حتى ألقى نوفلا فقال تركته في الحجر جالسا في مشايخ قريش فأقبل أبو سعد حتى وقف عليهم فقام نوفل قائما وقال يا أبا سعد أنعم صباحا فقال له أبو سعد لا أنعم الله لك صباحا وصل سيفه وقال ورب هذه البنية أي الكعبة لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأملأن منك هذا السيف فقال لقد ردت وعليه ولما جرى ذلك حالف نوفل وبنوه بني أخي عبد شمس على بني هاشم انتهى أما الطبري فيقول فلما رأى ذلك نوفل حالف بني شمس على بني هاشم قال محمد بن أبي بكر فحدث بهذا الحديث موسى بن عيسى فقال يا ابن أبي بكر هذا شيء ترويه الأنصار تقربا إلينا إذ سير الله الدولة فينا عبد المطلب كان أعز في قومه من أن يحتاج إلى أن تركب بني النجار من المدينة إلي قلت أصلح الله الأمير قد احتاج إلى نصرهم من كان خيرا من عبد المطلب قال وكان متكئا فجلس مغضبا وقال من خير من عبد المطلب قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت وعاد إلى مكانه وقال لبنيه اكتبوا هذا الحديث عن ابن أبي بكر انتهى ويتضح لنا وعي عبد المطلب بن هاشم السياسي وبعد نظره وحسه القومي في قيادته وفدا إلى اليمن برفقة ابن أخيه أمية قبل النزاع المشار إليه وحلفائه أبي زمعة جد أمية بن عبد الله بن أبي صلت وسيكون لأمية هذا شأن وخويلد الأسدي بن أسد بن عبد العزة ومن الواجب ملاحظة امتداد ذلك التحالف في زواج حفيد عبد المطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد الأسدي رضي الله عنها في الوقت الذي استمر فيه على التكتيك الهاشمي بأن سار على السنة الكريمة المعطاء بالجود حتى لقبه الناس شيب الحمد لكن الجديد في أمره وأعمله على وضع أيديولوجيا متكاملة لتحقيق أهداف حزبه فكان إدراكه النفاذ لسنة جده قصية دينية والسياسية مساعدا على تحديد الداء ووصف الدواء والداء فرقة قبلية عشائرية والأسباب تعدد الأرباب وتباثل الشفعاء ومن هنا إن طلق عبد المطلب يضع أسس فهم جديد للاعتقاد فهم يجمع القلوب عند إله واحد ويتميز بأنه يلغي التماثيل والأصنام وغيرها من الوساطات والشفاعات لأنه لا يقبل من أحد وساطة ولا شفاعة إلا العمل الصالح وتمهيدا لما أسمع أعلن في الناس أنه بينما كان نائما في الحجر بالكعبة أتاه هاتف وغتاه ثلاث مرات وأوحى إليه الأمر بحفر البئر المعروفة باسم زمزب وتقول كتب الأخبار الإسلامية إنها كانت بئرا لجرهم بين صنمي إساف ونائلة دفنتها حين تركت مكة نعم لقد تمثل تنافس بني العمومة من قبل في احتفار الآبار جذبا للقبائل وقوافل التجارة فقديما حفر عبد الطار أم جراد ولما حفر عبد شمس الطوى رد عليه هاشم بحفر بضر فزاد أمي في الكرم وحفر الحضر فرد عليه عبد المطلب بحفر زمزم لكن زمزم ليست ككل الآبار فهي البئر الوحيدة التي قيل فيها إنها حفرت بأمر غيبي في حلم عبد المطلب إضافة إلى ما شاع يتردد حول أمرها بحسبانها فعلا إلهيا لا إنسانيا فجرها الله قديما تحت خد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ليشرب وأمه منها وفي ذلك يقول ابن هشام في السيرة فضل زمزم على سائر المياه فعفت زمزم على المياه التي كانت قبلها يسقى عليها الحجاج وانصرف الناس إليها لمكانها في المسجد الحرام ولفضلها عما سواها من المياه ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام انتهى ويقدم لنا ابن كثير نص هذا الأمر أو الوحي بحفر زمزم وهو أحفر زمزم إنك إن حفرتها لن تندم هي تراث من أبيك الأعظم لا تنزف أبدا ولا تدم تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام حافن لم يقسم وينظر فيها ناذر لمنعم تكون مراثا وعقدا محكم ليست كبعض ما قد تعلم وهي بين الفرط والدم ثم يعقب بالقول إن عبد المطلب ساد في قريش سادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم فكان جماع أمرهم عليه وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب وهو الذي جدد حفر زمزم بعدما كانت مطمومة من زمن جرهم وهو أول من طل الكعبة بدهب في أبوابها من تينك الغزالتين التي من ذهب وجدهما في زمزم مع تلك الأسياف القلعية انتهى ثم يؤكد أن عبد المطلب كان مؤسسا لملة واعتقاد فيروي عن ابن عباس وابن عمرو ومجاهد والشعبي وقتادة عن ديانة أبي طالب بن عبد المطلب هو على ملة الأشياخ هو على ملة عبد المطلب انتهى ويبدو أن أخطر شأن في هذه الملة وفي أمر عبد المطلب جميعه وإدراكه للنسب وخطورته بين الأعراب بحسبانه العامل الجوهري في تفككهم السياسي لاعتزاز كل قبيلة بنسبها القبلي والذي ظل مستبطنا في بطن التحول الجديد للبنية الاجتماعية المكية ومن هنا كان إعلانه أن العرب جميعا وقريش خصوصا يعودون بجذورهم إلى نسب واحد فهم برغم تحزبهم وتفرقهم أبناء لإسماعيل بن إبراهيم لذلك ولأنه ينتمي إلى هذه السلالة الشريفة فقد أعلن في الناس تبرؤه من أرجاس الجاهلية وعودته إلى دين جده إبراهيم ودين إبراهيم هو الفطر الحنيفية التي ترفض أي توسط بين العبد والرب فإذا أهل رمضان صعد إلى غار حراء متحنفا ثم عاد ينادي قومه أنه قد حرم على نفسه الخمر وكل ضروب الفسق حاثا على مكارم الأخلاق داعيا الناس لاتباعه مؤمنا بالبعث والحساب والخلود هاتفا والله إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب فيها المسيء بسيئاته انتهى ثم لا يلبث أن يبشر قومه بقرب قيام الوحدة السياسية فيشير إلى أبنائه وحفدته الذين أصبحوا له عزوة وشد أزر ويقول إذا أحب الله إن شاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء انتهى أولئك الأبناء الذين كاد يقدم أحدهم ذبيحا ابنه عبد الله أبو النبي عليه السلام كما كاد يفعل جده البعيد إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عليه السلام وفي أمر عبد المطلب يقول المسعودي تنازع الناس في عبد المطلب فمنهم من رأى أنه كان مؤمنا موحدا وأنه لم يشرك بالله عز وجل وكان عبد المطلب يوصي بصلة الأرحام وإطعام الطعام ويرغبهم ويرهبهم فعلا من يراعي في المتعقب معادا وبعثا ونشورا هذا بينما يتحدث الأساد العقاد عن صراع الهاشميين وأبناء عمومتهم على الرئاسة وعن عبد المطلب بوجه خاص فيقول وقد تنافس بانو هاشم وبانو أمية على هذا الشرف فأسفرت المنافسة بينهم عن فارق ملحوظ في الطباع ملحوظ الأطر في خلائق الأسرتين من أيام الجاهلية إلى ما بعد الإسلام بعدة قرون لقد كان بانو هاشم أسرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رئاسة وكانت لهم أخلاق رئاسة وكان عبد المطلب متدينا صادق اليقين مؤمنا بمحارم دينه وكان في الحقي نمطا فريدا بين أصحاب الطبائع التي فطرت على الاعتقاد ومناقب النبل والإهثار كانت مناقبه مطلبية تدل عليه ولا تصدر عن غيره وكانت كلها مزيجا من الأنفة والرصانة والاستقلال وأدعياء التاريخ خلقاء أن يسألوا أنفسهم هنا سؤالين لا يغفلهما أحد يفقه معنى تمحيس الخبر وأولهما في هذا السياق لماذا يخترع الرواة هذه الأخبار عن عبد المطلب دون غيره وثانيهما لماذا لم يخترعوها ولا اخترعوا أمثالها عن حرب بن أمية وكل ما تفرقت فيه الروايات من أمر عبد المطلب قد استقرت على صفة لا تفترق فيها روايتان وهي صدق التدين والإيمان بمحارم الدين انتهى هذا بينما يقول الحافظ الصيوطي إن أجداده عليهم السلام من آدم إلى مر بن كعب مصرح بإيمانهم وقد ذكر في عبد المطلب أنه كان على ملة إبراهيم عليه السلام أي لم يعبد الأصلام كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث جدي عبد المطلب في زي الملوك وأبهة الأشراف انتهى وكان أبو طالب ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية كأبي عبد المطلب وليس أدل على مثل هذه التوجهات بشأن عبد المطلب مما زعمه الإخباريون من اعتقاد العرب في شأنه كصاحب ملة وكرجل له نوع ما من العلاقة بالسماء وفي أنه ثم ترابط بين ذلك وعلمه اليقيبي المسبق بأن حفيده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الأمة وموحدها المنتظر فتشير كتب التراثي إلى أن قريشا استقت به من السماء بعد جذب أشرفت معه على الهلك فصعد بهم ومعه حفيده إلى جبل أبي قبيس ينادي ربه اللهم هؤلاء عبيدك وبانوا عبيدك وإماءك وبانوا إمائك وقد نزل بهم ما ترى وتتابعت علينا السنون فذهبت بالظلف والخف والحافر أي الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير فأشفت على الأنفس أي أشرفت على ذهابها فأذهبنا عننا الجذبة وأتنا بالحيا والخصب انتهى فما برحه حتى سالة الأوضية أما الاعتقاد الفابت لدى هؤلاء فقد كان هو له فخر يكضم عليه أي يسكت عنه ولا يظهر وسنن يهتدي بها أي يرشد إليها وفي الاستسقاء به قالت رقيق بنت أبي صيفي شعرها بشيبة الحمد أسخى الله بلدتنا وقد عدمنا الحياة واجلوذ المطر ولا بأس هنا من إراد نص يحكي عن اعتقاد في علاقة عبد المطلب وسننه بالسماء واستجابة السماء له يقول ولما سقوا لم يصل المطر إلى بلاد قيس ومضر فاجتمع عدماؤهم وذهبوا إليه يقولون قد أصابتنا سنون مجدبات وقد بان لنا أثرك وصح عندنا خبرك فاشفع لنا عند من شفعك وأجر الغمام لك فقال عبد المطلب سمعا وطاعا ثم قال اللهم رب البرق الخاطف والرعد القاصف رب الأرباب وملين الصعاب هذه قيس ومضر من خير البشر قد شعثت رؤوسها وحدبت ظهورها تشكو إليك الهزال ودهاب الناس والأموال اللهم فافتح لهم سحابا خوارا وسماءا خرارا لتضحك أرضهم ويزول ضرهم فما استتم كلامه حتى نشأت سحابة سوداء دكناء لها دوي وقصدت نحو عبد المطلب ثم قصدت نحو بلادهم فقال عبد المطلب يا معشر قيس ومضر إن صارفوا فقد سقيتم فرجعوا وقد سقوا أما ما جاء عن فخر له يقضم عليه ولا يظهره فقد كان زعما واضحا في الحديث المتواتر في كتب السير والأخبار عن اللقاء السري الذي تم بينه وبين سيف ابن ذي يزن عندما قاد وفد قريش لتهنئته باستقلال بلاده عن الحبشة وبهذا الشأن يورد ابن عبد ربه ما زعم أنه دار في هذا اللقاء في حديث مسجوع الفواصل فقال سيف فيما يزعمون لعبد المطلب إني مفوض إليك من سر علمي أمرا لو غيرك كان لم أبحله به ولكن رأيتك موضعه فأطلعتك عليه فليكن مصونا حتى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمره فإني أجد في العلم المخزون والكتاب المكنون الذي ادخرناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خيرا عظيما وخطرا جسيما فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس كافة ولرهدك عامة وبنفسك خاصة إذا ولد مولود بتهامة بين كتفيه شامة كانت له الإمامة إلى يوم القيامة هذا حينه الذي يولد فيه يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه وقد وجدناه مرارا والله باعثه شهارا وجاعل له منا أنصارا المقصود هنا أهل يترب فهم من أصل يمني يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه ويفتتح كرائم الأرض ويضرب بهم الناس عن عرض يخمض النيران ويكسر الأوثان ويعبد الرحمن قوله حكم وفصل وأمره حزم وعدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله والبيت ذي الطنب والعلامات والنصب إنك يا عبد المطلب لجده من غير كذب فخر عبد المطلب ساجدا قال ابني دي يزن اطوي ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهض الذين معك فإني لست آمنا أن تدخلهم النفاسة فأن تكون لكم الرياسة فيبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل وهم فاعلون وأبناؤهم ويردف ابن عبد ربه القول إن ابن دي يزن أمر لكل منهم بعشرة أعبد وعشر إيماء سود وخمسة أرطال فدة وحلتين من حلل اليمن وكرش مملوء عنبرا وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك فكان عبد المطلب بن هاشم يقول يا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فإنه إلى نفاذ ولكن يغبطني مما يبقى لي ذكره وفخره لعقبي فإذا قالوا له وماذاك قال سيظهر بعد حين وعن اليقين بعلم عبد المطلب بأمر حفيده يتحدث كتبة التوراث مسلمين بالأمر كما لو كان حقائق صادقة صدقا مطلقا ثم يقصون أقاصيس تعبر عن هذا التسليم وذاك اليقين فيذكرون عن ولده العباس رضي الله عنه قوله قال عبد المطلب قدمت من اليمن في رحلة الشتاء فنزلنا على حبر من اليهود يقرأ الزابور فقال من الرجل قلت من قريش قال من أيهم قلت من بني هاشب قال أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك قلت نعم ما لم يكن عورة قال ففتح إحدى من خري فنظر فيها ثم نظر في الأخرى فقال أنا أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة وإنما نجد ذلك أي كلا من الملك والنبوة في بني زهرة فكيف ذاك قلت لا أدري فقال إذا تزوجت فتزوج منهم فلما رجع عبد المطلب إلى مكة تزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف فولدت له حمزة وصفية وزوج ابنه عبد الله آمنة بنت وهب أخي وهيب فولدت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت قريش تقول فلح عبد الله على أبي أي فاز وضفر ثم رأيت في أسد الغابة أن عبد المطلب تزوج هو وعبد الله في مجلس واحد وجاز أن يكون الملك والنبوة لدان تكلم عنهما الحبر هما نبوته وملكه صلى الله عليه وسلم لأنه أعطيهما وعليه فإن هذا الخبر سواء حل محل الصدق من عدمه يشير إلى أن علماء الأخبار يريدون تأكيد علم عبد المطلب بل سعيه لتحقيقه وإنجاحه وثم تشاهد آخر يتفق عليه الرواة ويقول عنه البيهقي كان يوضع لعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش في ظل الكعبة فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي حتى يجلس عليه فيذهب أعمامه يؤخرون فيقول جده عبد المطلب دعوا ابني فيمسح على ظهره ويقول إن الابن هذا لشأنا أو بتعبير السيرة الحلبية دعوا ابني إنه ليؤنس ملكا أو قولها دعوا ابني يجلس عليه فإنه يحس في نفسه بشرف أي يتيقن من نفسه شرفا وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده أو بتعبير ابني كثير دعوا ابني فوالله إن له لشأنا دعوا ابني إنه يؤسس ملكا ثم كان يشتد وجد الجد بالحفيذ فقال عبد المطلب لبنيه تحفظوا بابن أخيكم أو قوله لأم أيمن حاضنته يا بركة لا تغفل عن ابني فإن أهل الكتاب أي ومنهم سيف بن ذيزن يزعمون أنه نبي هذه الأمة وأنا لا آمن عليه منهم ويروي البيهقي فكان عبد المطلب فيما يزعمون يوصي أبا طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن عبد الله وأبا طالب لأم فقال عبد المطلب فيما يزعمون فيما يوصي به عالم الته الإبراهيبية وعقيدته الحنيفية التي لم يستكن في المؤرخون والباحثون من نعتها بدين عبد المطلب ومن هؤلاء التابعين وفيهم السابقون الممهدون قس بن ساعد الإيابي وأمية بن أبي صلت وأرباب بن رئاب وسويد بن عامر وكيع بن سلمة بن زهير الإيابي وعمير بن جندب الجهني وأبو قيس بن أبي أنس وعامر بن الضرب العدواني وعلاف بن شهاب التميمي وابن أمية الكناني وزهير بن أبي سلمة وخالد بن غيث العبسي وعبد الله القضاعي وكعب بن لؤي بن غالب وعبد الطابخ بن ثعلب وزيد الفوارس بن حصين وزيد بن عمر بن نفيل وأكتم بن صيفي وأبو قيس بن الأسلة وحنظل بن صفوان وغيرهم كثير وبانتشار الإيديولوجيا الحنيفية بدأ أتباعها يتنافسون في التقوى والتسام الخلقي علّى أحدهم يكون نبي الأمة وموحد كلمتها حتى شكلوا طيارا قويا خاصة قبل ظهور الإسلام بفترة وجيزة